السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أبطال الصف الرابع النهاردة إن شاء الله هنحل نمازج على اختبار مارس لما أنها Connect Plus 4 من نمازج المعاصر وقبل ما نبدأ أحب أقولك أنك هتلاقي في صندوق الوصف رابط جروب التليجرام للتواصل وكمان قوائم الترمي التاني لكل السفوف اللي بنقدمها في القناة ودلوقتي Let's get started الرجاء وضع لايك على الفيديو لتشجيعنا على الاستمرار تعمل تستوان Choose the correct answer from A, B, C or D One, what are they space now Now من الكيوورد الكلمات الدلة على Present Continuous اللي هو am أو is أو are plus الverb plus ing بأنا على طول حختار verb plus ing اللي هو making على طول سهلة جدا Today I am space to Dr. Ali طبعا أم حبايبي يبقى برضو token على طول دلما عندي am أو is و are يبقى verb plus ing Salma usually space is Curtis Salma usually 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 من كلمات الدلة على present symbol مدرع بسيط يبقى أنا هحطي هنا مدرع بسيط اللي هو التصريف أول بس طالما أنا اتفقت مع نفسي إنه هحطي التصريف أول لازم أرجع شوف الفاعل لو هي أو شي أو it أو أي اسم مفرد أزود لنهاية الفعل is فأنا هنا هاختار mean where's عشان سلمة لكن لو I كتبقى where often أو often قراءتين صح طبعا دي برضو present symbol مدرع بسيط meet for lunch فهنا هحط eat طب ليه eats لأ لأن eats لو هنا عندي الفاعل he أو she أو eat أو أي اسم مفرد يبقى زي often eat they space football every weekend يبقى برضو every من الكلمات الدلة على present symbol يبقى play hello are you space for a bus are you am و is و are يبقى verb plus ing waiting for a bus I am space my dinner right now طبعا am يبقى verb plus ing energy I am eaten على طول order the words to make correct sentences Egypt every year many visit tourists وفلوستاب فهنا طبعا هقول many tourists ده الفاعل بيعملوا ايه عايزة verb visit يزوروا يزوروا مين Egypt مصر every year many tourists visit Egypt every year used flood to the Nile passed in the يبقى the Nile نهر النيل used to flood اعتادة ان يفيد يبقى the Nile used to flood اعتادة ان يفيد يحصل فيه فيضان يعني in the past في الماضي three with salad حووشي we eat sometimes يبقى حقول we طب يطرى انا لو قلت we eat احنا نأكل هنجيب بعدها حووشي اللي هو مفعول احنا فاعل subject وبعدين verb وبعدين object sometimes اضعها فين sometimes اضعها قبل الفعل الا اذا كان عندك verb to be بيجي قبلها فانا هقول we sometimes eat we sometimes eat حووشي with salad يعني احيان بنأكل حووشي مع الصلاط الرجاء وضع لايك على الفيديو لتشجيعنا على الاستمرار sample test to choose the correct answer from a b c or d the children usually space games in the park في الحديقة on the weekend في عطلة نهاية الاسبوع طبعا هنا usually يعني عادة يبقى ده مضارع بسيط يبقى هنا هاختار play مضارع بسيط يعني play او please بس انا عندي الفعل children جمع يبقى حط play لو كان الفاعل هي او شي او ايت او اي اسم مفرد كنت حطيت play how space sora and علي celebrating شام النسي هنا احط فعل مساعد لازم اروح ابص على الفعل الاساسي عشان هما مرتبطين ببعض فانا عندي هنا celebrating verb زائد ing صح يبقى هنا هحط verb لو كان هنا infinitive مصدر كنت حطيت دو او دز لكن انا هنا verb زائد ing يبقى ايز او ار طبعا عشان احط برضو فعل اساسي هبص عن فعل ايه المساعد عندي هنا ار يبقى هنا verb وين نجيب يبقى ار ام جد اند عمر playing computer games white space a good color to wear in hot weather طبعا white ده لون والانواق والانواق طعام المعاملة المفرد يبقى is i space in the desert when i saw something in the sand يبقى خدوا بالكوا هنا عندي وين بعدها ايه saw something saw something شفت شيء ما يبقى عندي قاعدة وين بعدها ماضي بسيط بس simple يبقى بلها بس continuous ماضي مستمرة على طول كنت اعمل في السحراء عندما رأيت شيئا في الرمال طبعا احنا عارفين القاعدة الاساسية ان لو حصل عندي فعلين في الماضي الفعل اللي اخد وقت اطول بيكون ماضي مستمر واللي حصل خلاله اطعه واخد وقت اقل بيكون ماضي بسيط بس simple فعشان كده العمل في السحراء هو اللي اخد وقت طويل يبقى والفعل التاني اللي هو رأيت هو ده اللي اطعه واخد وقت اقل اللي هو بعدها ماضي بسيط قبلها ماضي مستمر بعدها بعدها زي 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 يبقى زي يبقى زي هما استخدموا طيب هنا ما فيش في الجملة اي دليل على الماضي ليه خدنا يوز يعني هما ممكن يبقى يوز مثلا ليه خدنا وفيش اي دليل على الماضي اقول لكم انا هنا ما اخترتاش بطريقة الاختيار اخترتها بطريقة الاستبعاد يعني ايه الاستبعاد هي تنفع الجملة نفسها تنفع اي زمن بس انا عندي يوز لازم بيجاب لها امو از وار ما فيش يبقى غلط يوز تنفع بس عندي الفاعل زي هي تنفع لو الفاعل هي وشي وإيت واسم مفرد ما تجيش مع زي ابدا يبقى غلط لا ده انا عايز الفاعل بعد الفاعل الفاعل على طول من غير تو يبقى هي يبقى انا استبعدت التانية أنا عندي هنا ماليش دعوة الجملة زمانها ايه ديد وراها مصدر على طول من غير اي تفاهم طبعا هنا ماجي بسيط ماجي مستمر يبقى هنا هكيم هنرتب يبقى هقول اي ميد ا سبيش لانترن انا صنعت فانوس مميز مميز لانترن يعني فانوس انا هنا حطيت اي سبجيكت فاعل وبعدين ميد فاعل انا صنعت ايه حيجيدي بعد كده سبيش اللي هي الصفة بتيجي قبل الاسم اللي بتوصفه فهنا انا بوصف اللانترن اللي هو سبيشل يبقى شم النسيم دو يو هاو سيليبريت كوستن مارك يبقى هاو دو يو كيف انت هاو دو يو سيليبريت شم النسيم هاو دو يو سيليبريت شم النسيم كيف انت تحتفل بشم النسيم وكده يبقى حلينا نمازج المعاصر الاختبار مارس وشوفنا قد ايه الاسئلة بسيطة وسهلة ان شاء الله ارجو اكون افتقوا لو استفدتم السيشن ما تنساش لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مس ايمان